بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من بعثه ربنا رحمة للعالمين وخاطبه بقول إنا كفيناك المستهزئين حضرت صاحب السموم الشيخ تمين بن حمد الثاني أمير البلاد المفدة أصحاب المعالي والسعادة الشيوخ المزراء الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله يسعدني وإخواني وأخواتي أعضاء مجلس الشورى أن نتقدم لسموكم ببالغ الشكر والتقدير لتشريفكم لنا بافتتاح دور عقاد جديد للمجلس في مسيرته الوطنية المباركة لقد تابعنا وبكل الاهتمام خطاب سموكم حول سياسة بلادنا ومواقفها من كافة القضايا والمستجدات الداخلية والخارجية لقد رسمتم في كلمتكم اليوم حفظكم الله المعالم البارزة في سياسة الدولة الداخلية والخارجية والجهود المستمرة للارتقاء بسائل الخدمات الضرورية وتجاوز التحديات التنموية كما ذكرتم لتحقيق رفاهية المواطن وأمنه وأمانه ففي الشأن الداخلي نتابع الإنجازات الكبيرة التي تحدث في بلادنا بفضل الله وبفضل توجيهاتكم على الرغم مما فرض على بلادنا من حصار ظالم ورفض لصوت العقل والحكمة وهنا نتذكر الجهود المضنية التي كان يبذلها المغفور له إن شاء الله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل لرأب الصدق ولم الشم ونواياه الصادقة من أجل أمن واستقرار دول الخليج وشعوبها وستبقى جهوده حاضرة في الذاكرة تغمده الله بواسع رحمته صاحب السمو إن قراركم اليوم بإجراء انتخابات لمجلس الشورى إنجاز آخر في ظل قيادتكم الحكيمة وإننا في هذا المجلس وهو يستكمل في شهر يونيو القادم مسيرته الوطنية نتطلع إلى مجلس جديد يكون بإذن الله امتداداً لمسيرة الشورى وتعزيزاً للمشاركة الشعبية في صنع القرار يدعم مسيرة التنمية في الوطن ويعزز أمنه واستقراره لقد استمرت التنمية في بلادنا في ازدياد وتطور وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 بالرغم من الظروف الاستثنائية للحصار ووباء كورونا وسيتذكر أهل قطر الأوفية وقفتكم الشجاعة والحكيمة في مواجهة الحصار وتطويق آثاره وتوجيهاتكم السريعة في اتخاذ التدابير الاحترازية الفعالة في بداية تفشي الوباء وتوفير المستلزمات الطبية المجانية للمواطنين والمقيمين مما كان له أكبر الأثر في السيطرة بنجاح على انتشار الفيروس وجعل بلادنا والحمد لله واحدة من أقل الدول في نسبة الوفيات بسبب الوباء وفقاً لمنظمة الصحة العالمية وإشادتها بالتجربة القطرية المميزة في مكافحة هذا الوباء هذا بالإضافة إلى المساعدات المالية للتقليل من آثار الجائحة في البلاد وتقديم المساعدات الإنسانية لمكافحة هذا الوباء في العديد من دول العالم والمساهمة في دعم مؤسسات الرعاية الصحية متعددة الأطراف لتطوير النقاحات وهنا نعبر عن الشكر والتقدير لما قامت به اللجنة العليا لإدارة الأزمات برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية من جهود لدرء آثار تفشي الوباء ونخص الكوادر الطبية والصحية الذين يصلون الليل بالنهار دون كلل أو ملل تضحيات إنسانية جليلة تستحق الشكر والتقدير كما نعبر عن اعتزازنا بقيم التضامن وروح التطوع التي أظهرتها مختلف مكونات المجتمع لمواجهة الجائحة صاحب السمو أما في المجال الخارجي فإننا نشارككم الرأي ونشيد بمواقفكم المشرفة والثابتة تجاه قضايا أمتنا والقضايا الأقليمية والدولية العادلة ونشيد هنا وبصفة خاصة بمواقفكم تجاه القضية الفلسطينية ودعوة سموكم بفك الحصار عن قطاع غزة وإعادة عملية السلام إلى مسارها وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو من عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية إن حرية التعبير لا تعني بأي حال من الأحوال الإساءة للآخرين في دينهم وعقيدتهم والتعامل بازدواجية في هذا الشأن فليس من العقل والمنطق ربط الدين بالأرهاب وربط جريمة أي شخص بدينه ونحن هنا نرفض وندين الإساءة إلى رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وديننا الإسلامي الحنيف دين السلام والوئام وندين أي عمل إرهابي أيًا كان شكله ومهما كان مصدره فالإرهاب إرهاب لا لون له ولا دين ولا عرض ولقد سبق وأن طالبنا في قطر ومنذ مدة الأمم المتحدة وقادة دول العالم لوضع قوانين وإجراءات وضوابط تمنع الإساءة للأديان والمقدسات والتطاول عليها بأي ذريعة من أجل عالم يسوده السلام والتفاهم والتعاون بين دوله وشعوبه صاحب السمو اسمحوا لي بأن أتناولوا بصاحب السمو إنما ذكرتموه يا صاحب السمو حول جهود المجلس وأنشطته شهادة نعتز بها وما كان ذلك ليتحقق لو لا توفيق الله ورعاية سموكم واسمحوا لي بأن أتناولوا بإيجاز بعض ما قام به المجلس خلال دور الإنعقاد الماضي فقد عمل كعادته بالتعاون مع الحكومة الموقرة في الانتهاء من كافة مشاريع القوانين والمراسيم بقوانين التي وردت إليه والتي تجاوزت عشرين مشروع قانون ومرسوم شملت مجالات الاقتصاد وتوفير البيئة التشريعية لاستثمار الداخلي والخارجي والأمن الغذائي والصحة والمواصلات وتنظيم العمل الصحفي والإعلامي وغيرها بالإضافة إلى المواضيع العامة التي تشغل بال المواطنين والتي ناقش البجلس البعض منها بحضور عدد من الوزراء وفقاً لاختصاصه ونتقدم بوافر الشكر والتقدير للحكومة الموقرة على ما لمسه منها المجلس من تعاون صادق وتعاطي إيجابي مع مقترحاته وتوصياته واستمر المجلس في جهوده في مجال الدبلوماسية البرلمانية للتعريف بسياسة دولة قطر ومنجزاتها والتصدي في العديد من الأنشطة البرلمانية الإقليمية والدولية لمحاولات دول الحصار للنيل من سمعة قطر ومكانتها كما حقق المجلس بفضل الله وبدعم سموكم عدداً من الإنجازات الدولية ومن بينها ما أشرتم إليها في خطابكم حفظكم الله بإنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة للبرلمانيين لمكافحة الإرهاب يكون مقره في الدوحة ويغطي نشاطه كافة برلمانات دول العالم وسيبدأ أعماله في القريب العاجل وقد جاء قيام هذا المكتب تأكيداً لثقة المجتمع الدولي في بلادنا وتقديراً لجهود سموكم حفظكم الله في مكافحة الإرهاب ومعاججة جذوره وأسبابه كما تم بفضل الله انتخاب دولة قطر بالإجماع ممثلة في رئيس مجلس شورى رئيساً للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ونقل أمانتها لمدينة الدوحة وذلك في الاجتماع السابع للمنظمة الذي عقد في الدوحة في ديسمبر الماضي والذي تزامن مع تكريمكم للفائزين بالجائزة التي رصدها سموكم للتميز في مكافحة الفساد في دورتها الرابعة التي أقيمت فيكي قالي هذا إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون البرلماني مع التنظيمات البرلمانية الإقليمية والدولية وبرلمانات عدد من الدول الصديقة بالإضافة إلى قيام الاتحاد البرلماني الدولي مؤخراً باختيار مجلس الشورى بالدوحة مكاناً أطلق منه كتابه للذكرى 130 عاماً على إنشاءه صاحب السمو إننا نتطلع إلى أن نتمكن في دور الإنعقاد الحالي من تحقيق قوة دفع إضافية أكبر للمساهمة في قضايا الوطن وهمومه وهنا أتقدم بالشكر والتقدير لإخواني وأخواتي أعضاء المجلس لما بذلوه من جهود سائلين المولى عز وجل أن يعيننا جميعاً على القيام بواجبنا وأداء الأمانة على الوجه الذي يرضيه عنا مجددين العهد والولاء لسموكم أميراً وقائداً لبلادنا مؤكدين العزم على مضاعفة الجهود مسترشدين بقولكم حفظكم الله أننا قوم نلتزم بمبادئنا وقيمنا لا نعيش على هامش الحياة ولا نمضي تائهين بلا وجهة ولا تابعين لأحد ننتظر منه توجيهاً نعم هذه بلادنا يا صاحب السمو وهذه بلادنا قطر يا صاحب السمو وستبقى بإذن الله كالعهد بها ثابتة على الحق وفية لمبادئها وقيمها سيدة في قرارها الوطني مورداً للخير ومنهلاً للعطاء حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته